اشتماع سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في أبوظبي اليوم مع سم الشيخ عبدالله بن زايد آلنهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحضور معاني خليفة شاهين المرر وزير الدولة وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية الشقيقة وتم خلال الاجتماع بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وزيادة التنسيق والتشاور على كافة المستويات لما من شأنه خدمة مصالح البلدين وأهدافهم المشتركة وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة والحرب في قطاع غزة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وإصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع والمساعي الهادفة إلى إحلال السلم والأمن والاستقرار الإقليمي وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين في السادس عشر من مايو المقبل وبرنامج عمل القمة والموضعات والقضايا المقرر إدراجها على جدول أعمال اجتماع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية لما من شأنه تحقيق أهداف العمل العربي المشترك وخدمة مصالح الأمة العربية ترجمة نانسي قنقر